أهلا بكم باش مهندسيين سنة 3 عدادي في حلقة جديدة من حلقات الماث بنحل مع بعض homework 7 algebra exercise 5 ودرسينا بعنوان ratio and proportion تعالوا مع بعض نحل أول سؤال choose the correct answer أول سؤال خالص بيقول لي if a, b, 2 and 3 are proportional يعني إيه الكلام دوت يعني a over b equals 2 over 3 هو عايز إيه هو عايز a over b إحنا حلناها على طول تبقى 2 over 3 number 2 بيقول لي the force proportional for the numbers طالما بيسأل على force يبقى هو مديني الفيرست والسكند والثيرد يبقى 4 over 8 equals 8 over what فاحنا ممكن نسمي دي كده X ونعمل scissors أو cross multiplication يبقى الـ X هتبقى عبارة عن 8 by 8 over 4 هتطلع divided 4 by 1 divided 4 by 2 أو أنت خلصها بالكالكليتر على بعضها هتطلع 16 فنختار مع بعض letter D سؤال number 3 the third proportional يبقى معنى كده هم مديني الفيرست والسكند والفورس هو بيسأل على الثيرد يبقى 4 over 12 equals unknown مش عارفينه over 48 تعالي نجيب الأنون دوت هسميه X يبقى الـ X 4 by 48 divided 12 برضو هتطلع 16 وانت ممكن تتأكد بالكالكليتر تعمل 4 by 48 over 12 هتطلع معاك 16 طيب كلام جميل خالص تعالي نشوف السؤال اللي بعده number 4 في number 4 بيقولي if X, 3 4, 6 are proportional يعني ايه يعني X over 3 equals 4 over 6 طيب نجيب الـ X منين عشان نجيب الـ X محتاجة أعمل scissors فالـ X هتبقى عبارة عن 4 by 3 divided 6 12 divided 6 هتبقى ب2 فنختار letter C واللي فوقها برضو كانت 16 letter C نشوف number 5 number 5 the second proportionally هو مديني الفيرست والsecond unknown مش معروف والthird 8 وهنا 12 عايزين نعرف second ممكن نسمي X حابب تسمي أي اسم تاني براحتك مفيش مشكلة فيبقى X equals اعمل mass يبقى by 12 24 over 8 هتطلع 3 ممكن برضو تتأكد بالcalculator تعالى نكمل ونحل number 6 if 2 3 6 and X minus 1 are proportional يعني ايه يعني نحط 2 الفيرست over 3 second equals 6 3 over X minus 1 تعالى نعمل برضو scissors علشان نجيب X minus 1 فيبقى X minus 1 دي عبارة عن 6 by 3 over 2 يبقى X minus 1 18 over 2 تطلع ب9 ماشي المينس 1 الناحية التانية تروح بالplus يبقى X 9 plus 1 يبقى X equals cam equals 10 هو الراجل بيسأل على X فيبقى نختار letter D نشوف سؤال كمان خلينا نشوف number 7 في number 7 بيقول if 3 كما A minus 1 كما A plus 1 and 5 are proportional يعني ايه الكلام ده يعني الاولين اللي هو 3 over التاني اللي هو A minus 1 equals third اللي هو A plus 1 over force الرابع بكام ب5 تعالى نعمل ايه Caesar's bird نعمل الاتنين دول multiply بعد المينز وال الاكستريمز فاحنا هنعمل A plus 1 multiply A minus 1 ونحط equals في النص ونعمل 3 multiply 5 ونحسب على مهلنا A plus 1 و A minus 1 ده اسمه difference between two squares يعني first by first second by second A by A A squared post by negative by negative 1 by one equals one عايزين نجيبي A يبقى عايز اخلص من power two وعشان نخلص من power two تبقى post negative square root 16 يبقى A هتبقى post negative four post negative four اللي هي هتكون letter d تعال نشوف number 8 بيقول لي if 7 x equals 3 y يبقى then x over y equals what قلنا في الحصة ايه هو عايز x over y هو ماشي من left للright فترجع انت بالعكس left right يبقى right left x y يبقى 3 over 7 بحيس لما نيجي نعمل scissors مرة تانية بقت 7 x و 3 y يبقى احنا عملناها وتأكدنا ان هي صح x over y 3 over 7 اللي هي letter d تعال نشوف number 9 نفس الفكرة بس فيها step زياد 5 a minus 4 b equal 0 علشان نجيب a to b لازم نخلي the a في ناحية وال b في ناحية فانا همشي الفور b الناحية التانية يبقى 5a equals post for b هي بالnegative رحت بالa بالpost هو طالب a هو طالب a over b مشينا مشينا from left to right نرجع بالعكس from right to left يبقى معنى كده ان a to b او over b عبارة عن 4 over 5 4 over 5 هي نفسها 4 to 5 فنختار مع بعض letter a تعال نشوف السؤال اللي بعده number 10 بيقول لي ايه بيقول لي a over 3 equals b over 5 then 5a minus 3b plus 4 equals كامل طب اهو انا كده عايز اعمل substitute عن ال a وال b عشان اطلع نيوميركال value عايز اعوض عن ال a وال b عشان اشوف الاجابة هتطلع بكامل فاعمل ايه قلنا نحط جنب ratio constant وقلنا نسمي ال constant ده اي حاجة وقلنا ياريت نسميه m ففي الحالة دية بقت ال a عبارة عن 3m جات ازاي دية ال a 3 by m عملت Caesar تمام وال b برضو نفس الكلام 5m يبقى كل مرة هشيل ال a ابدلها ب3m واشيل ال b احط مكانها ايه 5m هو عايز ايه هو عايز 5 a minus 3b plus 4 ادي ال 5 تعال نشيل ال a ونحط امتها 3m minus ادي 3 تعال نشيل ال b ونحط ال b ونحط ونشوف هتبقى equals كم 5 by 3m 5 by 3 15 وننزل ال m 3 by 5 15 وننزل ال m plus 4 طبعا دول additive inverse 15m minus 15m canceled ب zero يتفضل مين الفور بس يبقى نختار مع بعض letter b نفس الفكرة الراجل عايز يثبتها معانا رح حطلنا واحدة كمان اللي هي يمين number 11 قال لنا a over 3 equals b over 4 فاحنا قلنا ان الكلام ده بكم بm فقلنا ان ال a equals 3m will be equals 4m a 3 by m b 4 by m هو عايز a هو عايز 8 a minus 6 b plus 4 equals كم ادي ال 8 شيل a حط امت 3m ادي 6 شيل b حط امت 4m plus 4 فبقت 8 by 3 24 m 6 by 4 24 m شبه اللي فاتت قوي ماشينا 24 m مع negative 24 m ما تفضل نشغل من 4 فبرضو اخترنا 4 اللي هي letter b تعال نشوف سؤال كمان number 12 نركز مع بعض هذه number 12 بيقولي فيها ايه بيقولي 3 a over 5 b equals half تعالح للك المسألة ديت بطريقتين والطريقة اللي تحبها اكتر او تستسهله اكتر ابقى حل بيه الطريقة اللي اولي انا هعمل means و extremes هعمل scissors ماس فهقوله 3 a by 2 ب6 a equals 5 b by 1 هقوله 5 b البشمهندس اعيز ايه البشمهندس اعيز اجيب a over b from left to right يبقى from right to left يبقى A over B 5 over 6 بحيث لو انا عملت مقص هتبقى 6A 5B هتبقى صح يبقى A over B 5 over 6 وخلصناه يا مستحاك بتقول في طريقة تاني A مش هي 3A over 5B ايه رأيك لو انا خليتها 3 over 5 multiply A over B equals half انت عملت ايه مستر؟ لسه ما عملتش حاجة انا نزلت المسألة بس فصلت numerical values الأرقام عن symbols عن A والB طب وبعدين همشي 3 over 5 هي بالtimes تروح الناحية تانية بالA بالdivided فيبقى A over B half divided 3 over 5 يبقى A over B هسيبها كده على الكالكليتر هتطلع معاك 5 over 6 معاك الطريقة لعي الشمال معاك الطريقة لعليمين في الحالتين طلعنا الإجابة 5 over 6 ما فيش اي مشكلة طيب تعال نشوف مسألة كمان في number 13 بيقول لي A بيقول لي 2A equals 3B 2A equals 3B وهو بيسأل على 3A over 2B طيب خلينا الأول نجيب A over B left to right يبقى right to left يبقى A over B 3 to 2 من الشمال اليمين ترجع من اليمين للشمال طيب هو بقى بيسأل على ايه هو عايزك تجيب 3A اهي over 2B هعمل لك عليها دائرة عايز دائرة 3A over 2B تيجي نفصلهم يعني هو عايزك تجيب 3 over 2 multiply A over B مش هولا ما يبقى time is fraction بنعمل times بعض والdenominators times بعض طيب هم ما عاملين times بعض رجعهم تاني طيب انت رجعتهم تاني ليه يا مستر اصل 3 over 2 هتفضل زي ما هي والA over B انا جايب الانسر بتاعها اللي هو cam 3 over 2 طيب ما تعمل دول times بعض يبقى 3 by 3 9 و2 by 2 بcam before يبقى الانسر 9 over 4 همسحلك بس دي عشان مطلخ بطاكش طيب لو انت فهمت ديت يبقى اكيد برضو هتحل الرقم 14 صح لان الرقم 14 زيها قوي تعال برضو هنا ايه نوسع لنفسين بيقول لي ايه 14 السم المسألة بيقول لي 4 x equals 5y عظيم وبيقول لك هاتلي بقى اجابة 5y over 4x تعال نستخدم الجيفن في ان احنا نجيب x over y طالما قلنا x over y from left to right يبقى 5 over 4 from right to left يبقى x over y 5 over 4 يعني انا اقدر اشيل x over y وحط ما كانها كام 5 over 4 تعال نفسل اللي هو طالبه هو طالب 5y over 4 x فانا هكتب 5 over 4 multiply y over x خدت بالك ان انت جايب x over y وهو طالب y over x طب نعمل ايه نشأل بالاجاب بس كده يعني انا هسيب 5 over 4 وانا جايب x over y 5 over 4 وانا عايز y over x يبقى اقراها من تحت الفوق يبقى y over x before over 5 تطلع بكام تطلع 2 multiplicative inverse 4 to cancel 4 5 to cancel 5 تطلع 1 يجيلي وهلت شاطر او بنوة شاطر يقولي طب هو احنا ما كناش نقدر نجيب y over x على طول من الاول اقوله ينفع يقولي ازاي اقوله طالما انت عايز تبتدي y over x فانت كده مشيت ايه right to left ارجع بالعكس left to right يبقى y over x equals 4 over 5 جات على طول شيل ال y over x حط 4 over 5 معاك برضو الطرقتين حل اللي انت عايزه في الحالتين اكيد انت في number 14 اخترت letter a اخترت one نفس القصة عمالة بعدها في مسائل بيقولك الفكرة مهمة وانا عايز تثبتها معاك في number 15 مديك ايه three a equals five b وطالب ايه طالب three a over b طب ايه رأيك بص كده three a over b عندك مشكلة وعندك مشكلة لو انا كتبتها three over one times a over b اكيد ما عندكش مهي three times a هي three times a و b اللي هي one b طيب انا عايز اعمل substitute اعوض عن ال a over b left to right يبقى right to left يبقى a over b five over three فبقت ادي three over one وال a over b بfive over three ال three تcancel three فتبقى الانسر بكام بfive طبعا الملتبليكيشن لو انت هيلخبطك مفيش مانع تعمله بالكالكليتر لكن الافضل تشغل دماغك طيب معايا ايه في number 16 ركز معايا وركزي معايا معايا two x equals seven y ده given وعايزين نجيب x over y power negative one يعني ايه power negative one يعني الملتبليكيتيف انفس يعني ايه الملتبليكيتيف انفس يعني الشقلوب يعني ايه الشقلوب يعني بدل ما هي x over y هتروح كاتبها y over x يبقى احنا عايزين نجيب y over x مشينا من اليمين رحنا للشمال نرجع من الشمال نرجع من الشمال لليمين يبقى y over x equals two over seven لما تعمل ما قص ترجع تاني two x و seven y احنا عايزين نجيب y over x فهنكتب على طول two over seven ونختار على طول letter a number 17 في number 17 بيقول لي ايه بيقول لي a, b, two and three are proportional الراجل بيقول a over b equals two over three وعايزنا نكتب او نختار او نقلب المسألة بدل ما هي a over b عايزنا نقرها من تحت الفوق b over a طب مش هو عايزك تقرها من تحت الفوق في الشمال اقرها من تحت الفوق في اليمين يبقى b over a تبقى three over two كأنك قلبت راسك وقريت المسألة ايه بالمقلوب يبقى three over two نختار مع بعض letter a تعال نشوف number 18 في number 18 بيقول لي a و x و b و to x are proportional يعني ايه يعني a over x equals b over two x عايزين نجيب a over b قلنا من خواص ال proportion ان احنا ممكن نقرأ اللي فوق على اللي تحت بتسوي اللي فوق على اللي تحت قلنا صح قلنا نقرأ اللي تحت على اللي فوق بتسوي اللي تحت على اللي فوق قلنا صح قلنا نقرأ الشمال على اليمين بتسوي الشمال على اليمين قلنا صح وقلنا ممكن نقرأ اليمين على الشمال بتسوي اليمين على الشمال صح كله صح يا ولاد تاني ممكن تقول لي A over X Equal B over 2X أقول لك براف ممكن تقول لي أنا هقرها من تحت X over A Equal 2X over B هقول لك براف تقول لي أنا هقرها من الشمال لليمين من الشمال لليمين فقلنا A over B اللي فوق على فوق equals اللي تحت على تحت X over 2X كل الكلام ده من خواص هو عايز A هو عايزنا نكتب A over B يبقى X over 2X يعني أقول له A over B اللي فوق على فوق equals X over 2X يعني X يعني 1X طب ما تيجي تعمل simplify cancel X مع X يبقى الA over B بهاف أو ب1 over 2 فنختار مع بعض letter B تعال برضو كده نكمل بس نوسع لنفسنا شوية علشان خاطر عينك ما تروحش عني بعيد number 19 5A كما 2 كما 3 B and 7 are proportional يعني ايه يعني الاولاني 5A over التاني اللي هو 2 equals 3 اللي هو 3 B طبعا over force اللي هو مين اللي هو 7 عايز يجيب A over B لا مش هينفع بقى ولا اللي فوق على اللي فوق واللي تحت على تحت ولا ققرة من تحت ولا عمل اي حاجة تبقى سخيفة تبقى صعبة شوية قلتلك اول ما تلاقي المسألة لفت منك برافو يا بني برافو يا بنتي نعمل سيزورس اللي قال نعمل سيزورس ده بني ادم عبقرينه تعال نعمل مقص نعمل داف ده وداف ده 5A by 7 30 5A 2 times 3B 6B عايزين ايه يا ولاد عايزين يا مستر نجيب A over B فنروح راجعين left right يبقى right left يبقى A over B 6 over 35 6 over 35 اللي هي هتكون letter B تعال نشوف number 20 في number 20 بيقول لي 4X squared equals 9Y squared عايزين نجيب ايه X over Y طب ايه رايك يا مستر قبل ما نجيب X over Y ما تيجين نستخدم اللهم الدولنا ونجيب X power 2 over Y power 2 مشيت من الشمال اليمين ترجع من اليمين للشمال يبقى X power 2 over Y power 2 equals 9 over 4 يبقى X over Y انت عملت يا مستر انا شلت الباور ايه ده شلته ازاي خدت post negative square root ل9 over 4 معلشان نشيل الpower 2 بنعمل post negative square root او عتنسى post negative ازعل منك يبقى post negative 3 over 2 3 over 2 اللي هي هتكون letter D تعالى نشوف number 21 جميلة number 21 وبتيجي كتير في الامتحانات بيقول لي 5A minus 7B حقيقي كلهم بيجوا في الامتحانات بصراحة مش بس ديت و2A plus 3B equals كام 0 over 1 انا جبت 0 over 1 من عندي هو قال 0 واي حاجة احطها over وما بتقصرش عملت كده ليه عشان تقول لي ان ده fraction equal fraction عشان تعمل ماس فهتقول لي ان 5A minus 7B times 1 equal 0 تجيلي بانوتا شطرة او ولا شطر يقول لي مستر ما انا عارف طالما الفراكشن equal 0 يبقى النيومنيتور اللي فوق هو اللي بزير قوله برافو عليك عايزين ايه عايزين نجيب A over B او B over A او اي حاجة او اي حاجة لازم نفصلهم نخلي ديه في ناحية وديه في ناحية حاضر ماشي دا يبقى 5A equals 7B انتو عايزين مين يا شباب يا مستر احنا عايزين B over A مشيت ازاي من اليمين للشمال نرجع ازاي من الشمال لليمين يبقى B over A 5 over 7 5 over 7 اللي هي هتكون letter A طب يا مستر لو مش equal 0 equal اي رقم تاني غير 0 عادي هنعملها مقصة برضو زي 22 بالزبط في 22 بيقول لك ايه بيقول لي A plus 2B وهنا A minus B equals 2 over 3 تعال نعمل ايه scissors نمسك 3 نعملها times اللي فوق ونمسك 2 نعملها times اللي تحت product of means equals product of extremes 3 multiply A plus 2B في النص equals 2 multiply A minus B distribute 3 times A ب3A 3 times 2B 6B equals 2B 2B 2A 2B negative B negative 2B الشقة مكركبة يبقى نوضبها نوضب شقتنا ازاي نجمع الA في ناحية والB في ناحية وليسيب بيته يغير الساين بتاعته يبقى 3A دي ساكنة في بيته يلا يا 2A روحي سعديها تقولي حاضر بس انا روح لها بالnegative يبقى negative 2A يا أستاذ negative 2B خليك في بيتك يا أستاذ 6B روح له هناك يروح له بعكس الاشعار يبقى negative 6B طب 3A minus 2A ب1A ممكن ما نكتبش ال1 اوكي براحتك negative 2B negative 6B ب negative 8B عايزين مين يا ولاد عايزين يا مستر B over A right to left يبقى left to right B over A 1 over negative 8 طبعا الnegative تتحط في أي حط مش هتفرق يبقى negative 1 over 8 اللي هي هتكون letter C تعالا نشوف السؤال اللي بعده number 23 نركز مع بعض بيقولي A وB وC وD are proportional يعني A proportional يعني first over second يعني A over B equals C over D then مين في دول صح ده ممكن حاجات كتير ممكن يعمل مقص فساعتها لو عمل مقص يبقى A times D equal B times C وده مش مكتوب في letter D لما عمل مقص غلط طيب ممكن ياخد اللي فوق على اللي فوق يسوي اللي تحت على اللي تحت فممكن يقول A over C equals B over D وA over C ما طلعهاش بتساوي B over D ده عكس يبقى دي غلط ممكن ياخد اللي تحت على اللي تحت فتقولي بتساوي اللي فوق على اللي فوق فممكن ال B over D equals A over C دي اللي هي أول واحد آه موجود يبقى دي صح طيب ممكن ياخد ال B over C مستحيل ده مقص ال B تبقى times C مش ال B over C غلط يبقى كلهم غلط مع عدم من أول واحدة هي اللي صح طبق خواص ال Proportion هتلاقي فيه واحدة هيقولها لك على طول ايه هي الموجود طيب تعال نكمل ونشوف 24 أفكار جميلة يهمني أو يتبقى عارفها كلها 18 x squared y over unknown equals 3x over 5y هو هتعمل الانون x لأن المسألة نفسها فيها x هتتلغبط وما لا أعمله حط أي علام شاء الله حط على نستفان فيبقى الانون equals المينز والإكستريمز يعني 18 ويعمل اللي بقى فيطلع 6 x y times 5y 6 x y times 5y هتطلع 30 x y squared يبعات لي واحد يقول يا مستر بحيك بتسجل الفيديو أنا أتلغبط أنا معرفتش مين في مين ومين اللي راح ومين اللي جيه ومين بيكلم مين أقول له خلاص لو حاس أنت أنت تلغبط خلينا نعمل إيه على مهلنا مش هنعمل simplify هنعمل اللي فوق times بعده 18 times 5 اتلغبط قال لي لأ نزلنا 90 x squared يا أخوات لأ نزلناها y y يبقى y power 2 طب هو تحت 3x أعتقد كده ما فيش لغبط اعمل اللي فوق divided اللي تحت الأرقام divided بعد 90 divided 3 30 ال x divided بعد ساعة divided بنعمل إيه في الpowers minus طب فوق كم power 2 تحت power cam 1 يبقى 2 minus 1 1 طب والy power 2 يا مستر هتنزل زي ما هي عايز تعمل simplify الأول أوكي عايز تعمل multiply الأول أوكي في الحالتين يا باش مهندس أكيد اخترت letter c طيب تعال نحل مع بعض number 25 وما حبكش تقولي عليها صعبة ولا أي حاجة تقولي كله سهل طالما تعلمنا يبقى كله سهل a plus b over a equals a squared وهنا space ممكن أحلها بكذا طريقة طريقة الأولينية ايه اللي حصل لل a عشان تبقى a power 2 اتعمل time is a يبقى انا عملت تحت time is a طب علشان الرشيو ما يختلفش يبقى لازم فوق نعمل time is a فيبقى الطريقة الأولينية همسك a time is a تبقى a power 2 و a time is b ب a b دية أول طريقة فاخترنا little b لا يا مستر حسسها صعب طيب يا حبيبي ما تحسش حاجة صعبة يا بابا عايزيني سهل لك كل الدنيا وتقول الدنيا حلوة وجميلة والمس جميل تعال نعمل ان دية unknown يبقى ال unknown equals ما قص زي ما انت متعود a power 2 وهنا a plus b over a قبل ما تعمل distribution نعمل simplify cancel a مع a فيتفضل من a times a و a times b تبقى a b معاك الطريقتين براحتك حب الماس تحل الماس ما حبيتش الماس هيبقى بالنسبة لك الدنيا صعبة ومش عايفين نحل حاجة طيب في الحصة برضو قلنا 26 دي فكرة مشهورة وبتيجي كتير لما لاقي trinomial ارتبه ارتبه ازاي ادخل دي middle term يبقى 4x squared minus 12xy plus 9y squared equals كم 0 ليه 0 اصل الانيسة دي دخلت جوه وثابت بيتها فاضي طيب الترinomial هنعمله بالcalculator factorization mode 5 3 ودخل الcoefficient of x squared 4 minus 12 وهنا 9 واقول له equals فبيقول لي كده ان x equals 3 over 2 طبعا فيه y يبقى 3 over 2 y مفيش تاني هي الـ x equals 3 over 2 a y عظيم طيب هو عايز x over y طب ما تيجي نمسك الانيسة y دي ونوديها للx بالdivision عظيم يبقى x راح تلها y وثابت 3 over 2 وحيدة لوحدها عشان ندور عليها في الاختيارات ونختار يبقى x over y 3 over 2 اللي هي هتكون letter a سؤال number 27 في number 27 بيقول لي ايه بيقول لي if the ratio between the area of square shaped region of side lengths L to the area of another square shaped region of side lengths to L is what الراجل بيسأل على الرشيو تعال كده نجيب الarea تاعت السكوار الاولان اللي هو side power 2 فتطلع L power 2 طب والرشيو بتاع او الarea بتاعت السكوار التاني side power 2 يبقى 2 L power 2 2 power 2 4 L power 2 هو عايز الريشيو ما بين الarea الاولانية والاريا التاني فهوحنا اقول له L power 2 اللي هو فيه ضمير مستطر تقدير 1 مكتوب قصادها over 4 L power 2 طير ال L power 2 مع ال L power 2 تطلع الريشيو كام 1 over 4 او 1 2 4 هو كتبها بال 2 يبقى نختار لتر C ترجمة نانسي قنقر